اشتركوا في القناة مشيرا إلى أن الدور المزعزع للاستقرار لهذه الجماعة في القرى قد تم تجاهله في السنوات الأخيرة وحذر الدبلوماسي المغربي في عمود نشرته صحيفة الكينية من التزايد المضطرد لأعداد الأفراد الذين ينتقلون من جماعة انفصارية إلى جماعة إرهابية أو العكس مشيرا إلى أن هناك هؤلاء الأفراد عادة ما يتم تمويلهم واستضافتهم ودعمهم وتسلحهم من قبل دول الجوار مما يعزز انتشار الإرهاب ويزيد من تقويض السلم والأمن الإقليبيين وشدد السافير في هذا السياق على أن الروابط بين أعضاء البوليساريو والحركة الإرهابية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي موضحا أن سنة 2007 تمثل نقطة تحول في تطور الإرهاب في شمال إفريقيا للحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا في ضيف الصباح الأستاذ الحسين جنون رئيس المرسد المغاربي للدراسات السياسية الدولية أستاذ مرحبا بك أهلا وسهلا إذن أستاذ كيف نفهم الوضع كيف تساهم هذه الجماعات الانفصالية في إذكاء الحروب الأهلية والانقسامات في القرنة الإفريقية نعم الجماعات الانفصالية ترتبط وجودا وعدما وتتقاسم التقاسم السلبي مع الجماعات الإرهابية بحيث أن أحدهما يكمل الآخر في تنامي ظاهرة الانفصال وبالتبعية تنامي ظاهرة الإرهاب وأن هذه الرافدين المتواجدين شمال إفريقيا يزداد خطورة كلما كانت له البيئة الحاضنة والبيئة الحاضنة للأسف الشديد هناك من يدعم الانفصال ونحن نعلم على أن مؤتمر مراكش الذي احتضن مؤتمر الداعي إلى محاربة الإرهاب وإلى محاربة داعش وإلى محاربة التطرف خالصة في بيانه الخاتمي وفي توصيته على أن دعم الانفصال هو جزء من دعم الإرهاب ونادى التصدي له بكل أشكال التي تحول دون تغذية الانفصال وبالتبعية دون تغذية الإرهاب لعلى اعتبار أن شمال إفريقيا أصبح للأسف الشديد على مستوى السحل والصحراء أو الصحراء الكبرى أصبحت تضم قاعدة وأفول المتطرفين والإرهابيين الذين ينشطون في التجار الدولي في السلاح وفي المخدرات وفي الجريمة العابرة القارات التجار بالبشر التجار بالبشر على مستوى الهجرة على مستوى التجار في الأعضاء البشرية يعني جرائم عابر القارات وجرائم من شأنها أنها تقود السلم والأمن والاستقرار على صعيد إفريقيا لماذا؟ لأن إفريقيا وهي تنشد تنمية الأستاذ بطر بعد أن خلصت القناعة لكل قادة الإفريقيين وكل مؤسسات والأفراد والجماعات على أن لا خلصة لإفريقيا إلا التنمية ولا يمكن تصور التنمية البتة إلا بمحاربة الطرف ومحاربة الإرهاب ومحاربة الإنفصال ومحاربة كل ما مش إنهي أن يكون حجرة عطرة في موجهة التنمية لأن التنمية لا يمكن تصورها إلا بالاستقرار استقرار أنظمة السياسية واستقرار السلم أو استثباب السلم والسلام في كل مناطق إفريقيا حتى بالفعل أنها تنشد تنمية بتنزيل الأوراش الاجتماعية والاقتصادية ثقافية الرياضية التي هي بالتبعية تعطينا فرص الشغل وتعطي الاستقرار وتعطي يعني العيش الكريم لكل شباب وشابات إفريقيا حتى لا يرتمونا في هذا النوع من الجماعات حتى لا يرتمونا في هذا النوع من تطرف الذي يكون سهل عليهم يستقطع بهم لأن الهدر المدرسي والهشاشة والنزوح والهجرة الغير النظامية التي اصبحت هجرة عنيفة وهجرة غير آمنة بكل تأكيد أنها تجد في هذه الجماعات الانفصالية مرتع خصب لاستقطع بهم وبالتالي تربيتهم على القراهية وعلى صخرتهم في خدمة كل ما من شئنه أن يهدد السلم والأمن الإفريقيين طيب هذه الجماعات الانفصالية يعني هي سارطان تقريبا يهدد وحدة الدول ويقوض الاستقرار يهشم أيضا النسيج الاجتماعي للدول إلى أي حد بدأ هناك وعي بذلك لدى دول القرى الإفريقية نعم بكل موضوعية وبكل حيادية وبكل أمانة أن المملكة المغربية وتحت القيادة السامية والرشيدة اللي صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظ الله أنها تعمل على اعتبار عنصر الأمن والسلم هو الركيز لكل تقدم ولكل ازدهار والمغرب هنا أصبح يعطي مثال لقارة الإفريقية لكون المغرب أخذ على عاتقه أن يطرف على إفريقيا والطرف على إفريقيا يقتضي بالتبعية وبالضرورة أن يكون ذلك المطرف نموذجا ومثالا يحتدى به المغرب في هذا المجال وفي مقاربته وتعاطيه لهذه الظاهرة على مستوى التنمية البشرية على مستوى يعني تكوين المرشدات والمرشدين والأئمة في تنزيل الدين الإسلامي المعتدل السمح الوسطية التعايش مع كل أديان والتعايش مع كل أجناث بغض النظر عن لونهم أو انتمائهم العقادي أو ألسنتهم أو انتمائهم الجغرافي أو انتمائهم العقادي إنما الكل يجتمع في مجتمع قوامه العيش في إرادة العيش المشترك هذا العيش المشترك المغرب يعتبر مصدر لهذا النموذج ديل التسامح وديل التعايش وديل النماء وديل الخلق كل ما من شئنه أن يكون هناك تعاضض ما بين بني أربشر إن تعلق الأمر على مساوى يعني شمال إفريقيا أو على إفريقيا كلها الجانب الثاني المغرب أصبح مثال يحدد به في محاربة التطرف على مساوى إجزال أمنية وأنه يقاربها المقاربة ليس الأمنية بمفهومه الضيق ولكن الأمنية بمفهوم الأمنية بمفهوم يعني الاجتماعي بمفهوم الإنساني بمفهوم الذي من شئنه أن يكون عمله استباقي واحترازي يحول دون يعني تنفيذ هجمات الإرهاب بل أكثر من هذا المغرب دائما يضع رهن إشارة الأشقاء الأفارقة تجربة المتفردة على مستوى يعني محاربة التطرف على مستوى النموذج التنموي على مستوى خلق كل ما من شئنه أن يخلق فرص الشغل على مستوى الاستثمار المغرب الحمد لله دخل في عمقه الإفريقي على مستوى الاستثمار باعتبار أنه هو الأول في غرب إفريقيا والتاني في إفريقيا وأن المغرب حاضر على مستوى كل مؤسسات التي تشتغل في الجانب التأمين في الجانب الفلاحة الزراعة في الجانب الطرقات على مستوى يعني الاتصالات المغرب متواجد عن طريق المكتب الشريف للفصفات يعني المغرب أخذ مجموعة من نماتج إفريقيا وأصبح يساهم في النماء الزراعي والغدائي وبالتالي المغرب أنه يترافع انطلاقا من تواجده على الميدان من تواجده على مساوى الواقع من تواجده على مساوى إعطاء ذلكم النموذج وهناك تقريبا مقاربتين متعارضتين في هذا السياق وهناك يعني دول ولحن نعرف عن ما نتكلم نتكلم عن دول الجارة تحاول يعني تغذية الانفصال تغذية الأمن والاستقرار وهناك المقاربة مقاربة المملكة المغربية المحضر المعتمدة على تنمية تنمية الاقتصاد تنمية يعني المجالات الاجتماعية وتنمية الإنسان الإفريقي وهذين مقاربتين متعارضتين يعني مقاربتين نشاز نجدهما في القارة الإفريقية يجب محاربة يعني المقاربة الأولى التي تسعى إلى تعزيز الانفصال وبالتالي تغذية وإمكانية تغذية الإرهاب في المناطق الجغرافية الإفريقية وهذه نقطة تم تشجيلها في تصريح السيد السفير هو تزايد المضطرد لأعداد الأفراد الذين ينتقلون من جماعات انفصالية إلى جماعات إرهابية أو العكس والمثال ضربه بجبهة البوليساري الانفصالية التي تأكد ارتباطها بالإرهاب إلى أي مدى تمثله تمثل هذه الجبهة الانفصالية محطة زازعة للاستقرار في منطقة الشمال الإفريقية نعم لأن جبهة البوليساري للأسف الشديد وما تجده من دعم مادي ومعناوي من شاقيق الجزائر وهذه بشهادة التقارير العالمية بل وأن سيد عمر هلال عدة مرات وفي عدة مناسبات أدلال الأمم المتحدة بكل الوطائق وبكل الجز والإتباتات كل جميع وسائل الإتبات على مستوى الشرائط المكتوبة والصوتية والمسموعة وكل الدلائل التي تفيد على أن هذه الجبهة تتاجر في كل مآسي وتجار في كل الجرائم المتنوعة والتي كلها تعمل على دعم الانفصال ودعم الإرهاب التي من طبيعة الحال يساهم في زعزعة المنطقة مما أدى باعتبار أن هذه الجماعة هذه الجماعة الانفصالية جبهة البوليساريو إنما هي غدة سرطانية في شمال إفريقيا وينبغي على الكل عمل على استئصالها الجانب التاني وهي أن أصبحت هذه الجماعة الانفصالية قاب قوسيني أو أدنى من أن تصنف ضمن جماعة إرهابية في اللائحة السوداء التي تتوفر عليها الأمم المتحدة في تصنيب جماعات إرهابية التي ينبغي يعني محاربتها وبالتالي أن منذ ما يفوق 40 سنة وهي تتوصل بالسلاح والأموال من الجزائر بل أكثر من هذا وهو الأخطر وعلى المنتظم الدولي وعلى الضمير العالمي أن يصيح وهي أن الجزائر وبالرغم من تنبيه الأمم المتحدة لها أنها تعمل على تفوي جزء من اختصاصها إلى جبهة البوليساريو باعتبارها موجودة على تندفل وأرض جزائرية وهذا مخالف للقائم الدولي ومخالف لمتاق الأمم المتحدة ومخالف بكل عراف والتقاليد بل ومخالف لكل المواتيق التي صادق عليها بما فيها الجزائر من بينهم اتفاقية حقوق الطفل التي تعمل على يعني جزبهم في الجنيد والتربية على الكراهية والعداء لكل يعني ما من شئنه أن يساهم في الاستقرار والسلم على مسوى القارة وبالتالي أنا أعتبر المملكة المغربية التي تعتبر نموذج في السعي إلى الاستقرار المنطقة وإلى الدفاع عنها والطراف عنها وأن مطالبتها بالمتظم الدولي وفقا لقرارات الأمم المتحدة من 2007 إلى الآن في تنزيل حكم الداتي باعتباره المقترح الذي وصف بالجدية والدال المصداقية والقابل للتطبيق والتي اعتبره قرار 26-0 جوج و26-54 إنما هو الذي من شئنه أن ينهي هذا النزاع المفتعل التي تنطلق من خلاله يعني القارة في التنمية لأن المغرب لا يترافع لداته وإنما لداته ولمصالح حقوقه ومن خلاله لإفريقيا ولشمال إفريقيا وأهمية وضع العفارقة أمام حقيقة هذه الكينات التي كما قلت شمسات تبتغي إحداث الفوضى ولا أمن ولا استقرار في القارة الإفريقية وهنا نسائل دور مجلس السلم والآمن الإفريقي بما أنه الجهاز التنفيذي في منظمة الاتحاد الإفريقي نعم أحييك لهذه السؤال أستاذ بدر بالنظار لكول المملكة المغربية لما رجعت إلى بيتها الدافئ البيت الإفريقي وأن اشتغالها من داخل الهياكل أصبحت قوة اقتراحية وأنها تعطي ذلك التصور وخارطة الطريق والبوصلة التي منشئنها أن تساهم في إفريقيا في التنمية وأن تساهم من جانب آخر في استقرارها عن طريق محاربة التطرف من داخل مجلس سلم والأمن التي يعتبر المغرب عضو فيه وأنه سبق أن ترأسها في الشهر الماضي أن المغرب وضع تصور للأشقاء الأفارقة من أجل كيفية محاربة الإرهاب بشكل عام وكان قول بأن المملكة المغربية من داخل محاربة التطرف دائما تضع رهن إشارة جربتها المتفردة رهن الأشقاء الأفارقة بشكل عام ومجلس سلم والأمن من داخل الإفريقي بشكل خاص وبالتالي المغرب يعتبر نقطة ضو مضيئة ومشرقة في مجلس سلم والأمن ومن داخله الالتحاد الإفريقي من أجل خدمة إفريقيا من أجل محاربة التطرف من أجل محاولة استثباب سلم والأمن لإفريقيا التي ما إحواج إليها لتنطلق إلى السرعة القصوى من أجل البناء التنمية وبناء الإنسان الإفريقي بالدرجة الأولى في توفير له العيش الكريم وأود أن أسألك أستاذ هنا عن دلائل يعني الخوض في هذا الموضوع من دولة ككينيا دولة لها أهميتها في منظمة الالتحاد الإفريقي وفي المنظومة الإفريقية ككل نعم كينيا هناك بوادر يعني تغير في الموقف الكيني من قضية الصحراء المغربية نعم بكل تأكيد أن نقول لك التابت والمتغير التابت في كينيا وانطلاقا من رئيسها الجديد ومن مؤسساتها الدستورية إنما هي تدعم الوحدة الترابية للمكان المغربية من حيث الأصل ومن حيث التابت وهذا هو الأصل أما الاستثناء فيعتبروا الاستثناء يعتبروا سحابة سيف عابرة ولكن العلاقات الأصلية ما بين المغرب وما بين كينيا وما بين مؤسساتها الدستورية هو دعم الوحدة الترابية هو دعم السلم والأمن هو دعم إفريقيا من أجل انطلاق نحو السرعة القصوى من أجل بين إفريقيا وتنميتها بالفعل أستاذ الحسين قنون نشكركم على الحضر معنا في ديف الصباح وذكر أنكم رئيس المرصد المغرب للدراسات السياسية الدولية شكرا لكم أما أنتم مشاهدين فنشكركم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء